ويرافقنا في الشق الأول من الظاهرة البروفيسور مولاي هشام عفيف مدير المركز الاستشفائي الجامع ابن رشد بالدار البيضاء أهلا بكم بروفيسور أهلا وسهلا إذن تحذير جديد لوزارة الصحة هل نحن نتجه نحو انتكاسة وبائية؟ نحن نشوف الأرقام تترطافع يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع نحن نقالقين من اللي يمكن يجي من بعد لحد الساعة الأرقام اللي تنشوفه ليس سيطر عليها ويمكن نتغلب على الحالات اللي كاينين ولكن ما خلصنا نبقى وغادين في هذه الوثيرة هذه لأننا غادين نوصلوا لأرقام أكثر وغادين نوصلوا بالخصوص لحالات أكثر في المراكز دي العناية المركزة وفي المراكز دي الإنعاش وغادين نوصلوا لليستر للوفاية أكثر كيف دير الحالة اليوم في المراكز الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامع ابن رشد بالدار البيضاء بما أنه كان أرقام تقيلة كتسجل هنا تنشوفوا بأن الحالات تترطافع كنا وصلنا لواحد لوقيتها اللي ما كانوش عنا كتر من ثلاثة أربعات الحالات دابا تنشوفوا أن الحالات تتوصل تتزاد وصلنا دابا لعشرات الحالات في المركز الاستشفائي ككل ولكن تنوجدوا أننا نطرر الرفعوعة والتاني من الأسرة دي الإنعاش اللي واحد لوقيت قلصنا منها ورجعنا العمل العادي دي الأقسام دابا تنخمو ونحن قارقين تنشوفوا كيفاش نتوجدوا لهذه الأرقام اللي تتزاد يوم على يوم واش نفهم من كلام من كلامكم بخوفيسور مولاهيشام عافيفو أنتم معوضوا في اللجنة العلمية لكوفيد-19 أنه إلا بقنا في هذا الوضع ممكن رجعوا للحجر الصحي حسنا إلا إلا بغينا نقوله أشه longe خسن نديرو خسن نشوفو شن هو السبب أنا متأكدك مِن كيسمعنا الآن وإن كيشهدنا عارف شن خسن نديرو خسن يخليوا مستفا حسن نرتديو الكمامة حسن نتفيد الكمامة بواحد طريقة سليمة نسن نديرو الكمامة هنا ولا نشدوها في الدينة نرتديوها بطريقة سليمة ونحطار متباع على الإجتماعي كما قلتي وننضفه للدين دينا. وهذه مسئولية شخصية. إذا احترمنا هذه المسئولية الشخصية. كل واحد فينا دار الجانب دياله في هذه المسئولية الشخصية. سينتفادى وأننا نكونوا مضطرين نأخذوا واحد تدابير احترازية التي ستكون شاملة أكثر. لأننا شفنا في بعض الدول اللي كان عندها واحد الوثيرة التي تلقيها أكثر من الدولة دينا. أكثر من المغرب. وشفنا بأنه في الوقت اللي الناس ما بقوا تحترموا تدابير الاحترازية الصحية. طرات بعض الدول أنها ترجع للتدابير احترازية جماعية. اللي فيها الإغلاق ديال المحلات في واحد الوقت معي. اللي فيها هذا حضر ديال التجول. وهذا شيء شفناه في دول أوروبية. نعطيه بريطانيا كمثال. وش نسخة ديالتا عندها أعراض معينة؟ نسخة ديالتا عندها نفس الأعراض. ولكن نسخة ديالتا تتميز بالخصوص أنها سريعة الانتشار ما بين الناس. العدوى فيها أكثر. باش نقدرون أن نقربوا الناس ذاك الفيروس اللول إلي أخذنا ألفا اللي هو البريطاني اللي كانت تسمى البريطاني. كي العدوى سبعين في المئة أكثر. ولأخذنا ديالتا عنده ستين في المئة أكثر من ألفا. إذن تنعرفوا بأنه كين واحد الوسيرة ديال الانتشار أكثر. الحمد لله ما تنشوفوش الوفيات في هذه الأيام. كما كنت نشوفوه مقبل. وهذا راجع. بالخصوص أن كانت تلقيح ديال الناس تقريبا تلوت الساكنات اليوم ملقها في مغرب. تلوت الساكنات. ولكن بالخصوص بدينا بالناس اللي كان عندهم الهاشاشة. الناس اللي العمر ديالهم كتر من خمسة وستين سانة كلهم تلقوا. الناس اللي عندهم الأمراض المزمينة تلقوا. إحنا ده بوصلنا لربعين سانة. إذا نقع الناس اللي كانوا يمكن يديروا ذلك الحالات الخطيرة تلقوا. ولكن ماشي كلهم تلقوا. هذه التهيخ سننشيره لها. لكن يقولك أنا تلقحت أنا في منعه أنا محمي. لا هذا خطأ. إذا تلقحت ما كنش رقاح في العالم تعطي المناعة 100%. ما كنش. وتانيا هذا التلقيح يقدر يحميك باش ما تديرش واحد الحالة خطيرة. تهو بواحد النسبة. وتيقلص الوفيات بمنعه. وتيقلص الحالات الخطيرة. ولكن ما تحيدش الإمكانية باش يتصاب الإنسان. وما تحيدش الإمكانية باش الإنسان يدير العدوى الواحد الإنسان آخر اللي يكون مملقهش. اللي عنا المشكلة لعنا دابة في أقسام ديال الإنعاش هو كين الناس اللي تيجيوا عندهم السين متقدم كتر من أربعين سانة. وعندهم أمراض مزمينة وما مملقهش. وهما اللي توصلوا لأقسام للإنعاش. وهما اللي فيهم بزاف ديال الوفيات. هناك عندنا واحد المشكلة في وزارة الصحة. حلات المراكز تلقيها بعد. المراكز تلقيها نهار الحد. أولا هذه الناس كلهم في أقرب وقت ممكن. يجب أن يتلقوا باش تكون الحماية ديالهم. ويجب أن نسرعوا من الوثيرة تلقيها ككل باش نوصلوا للمناعة الجماعية. يجب أن نحترمنا كأفراد هذا شروط بقائية. ولم نحترمنا. نشاركين حتى قرامات لمرتا. يعني مخصي الكمامة الدار. يجب أن تباعد وخصي التجمعات.